اليوم رأيت كان فيه على فضائية من الفضائيات العربية تستضيف أحد علماء المسلمين فقدم له قال العالم العلامة وصطة العقد فلان وصطة العقد يعني هي الحبة والخرزة ذات الشأن في العقد هي الحبة الكبيرة في العقد بتكون وين؟ وصطة العقد فقال وصطة العقد تفضل فهو الرجل بيطواضع فقال أنا لست لا عالم ولا علماء أنا أعرج وأنا شديد العرج وراء العلماء جيد بدأت أتكلم عن الصبر وقال أنني أذكر كل ما نبت لي أن يصبر من نبت لي في جسدها يصبر من يبت لي في نفسها يصبر من ابت لي في زوجه أن يصبر من ابت لي في زوجها أن تصبر سما كثيرا ثم قال اسمع عشان تعرف القرآن ما في شيء عن الصبر ذكركم ربكم بالصبر في القرآن أبدا لا من أوله ولا لآخر ما فيه في القرآن أول ما بدأ يكلم بني إسرائيل استعينوا بالصبر والصلاة كان يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اصبر أرسل الخضر يقول لموسى بن عمران اصبر لاحظ فيه فيه ولكن الظاهر أن هذه الآيات والأحاديث أحاديث الصبر لا ترقى عند هذا العالم العلامة واصطة العقد الأعرج إلى هذه البينات المنورة فذكر ذكر ذكر ثم قال الآن بده يعني يطمنا قال وتلى بيتا من الشعر تلى الله لو تلى بعد الشعر آية ثكلته أمه ولكنه ما تلى أبدا ما تلى قط يعني ما خراش فبيت الشعر والله لو قرأ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هات لي بيت شعر بهذه ملعون من ظن أن كل أبيات الشعر تجزئ عن حرف من هذه الآية ملعون قولا لا أخوانا أخي ما بين الآية ما بين الآية استعينوا بالصبر والصلاة اصبر وما صبرك إلا بالله والصبر معلوم اصبروا وصابروا عالم علامة وسطة عقد تقدم الشعر لما بدأنا كل لكم الآية التي هجرها قومها ويعلم الله أن العامة ما هجرتها العامة لا تهجر أخي العامة نسخة عن علمائها والناس كالقطة هذا نوع من الطائرة أخي روح هيك بروح هيك لاحظ المغاربة إخواننا في المغرب أبوهم بيلبس قميص إلى قلون سوى من وراء الكل بيطلع يلبسه مشي يعني في أرض ما لو أن رجلا وضع على رأسه ريشة كل القوم بحط على رأسه وراء ريشة محروف في الناس فلو أن علماءنا ما هجروا القرآن ما هجرته العامة لو أن علماءنا لا ما بيرطنها مزامير الشيطان ما فعلت العامة هذا بس السوء هاي سوء يا أخواننا هاي سوء أنه أخر القرآن العالم والعلامة وعطينا بيت شعر سمج بيت شعر مسقع أنه الصبر يعني أوله مره آخره زي العسل ما أسمجها البيت وما أسمجها هذه التلاوة عيب يا أخي عيب طيب الحمد لله رب العالمين اللهم لا تجعلنا كسلفنا الأول من بني إسرائيل الذين بدلوا التوراة والإنجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر